أكثر من مليوني سجين لنحو ثلاثة عشر سنة في سجن كبير يقال له قطاع غزة منذ مطلع 2006 تتراكم آثار الحصار الصهيوني على القطاع وتتفاقم معاناة الفلسطينيين هناك حتى باتت غزة على شفاً هيار اقتصادي واجتماعي في ظل تدهور خطير في الظروف المعيشية التي تأثرت بانكماش الاقتصاد في القطاع وفق بيانات البنك الدولي وصلت معدلات البطالة إلى ارتفاعات قياسية خصوصاً بين الشباب لا سيما في قطاع غزة انكمش اقتصاد الغطاع بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2018 ويعيش ثلث الفلسطينيين الآن تحت خط الفقر فالتحدي يكمن بكيفية كسر هذه الحلقة المفرغة لعدم الاستقرار والفقر ورغم ما يطلقه البنك الدولي من بيانات وحملات للمساعدة تبقى الأمور في فلسطين ولسيما في غزة على حافة الكارثة فنسبة الفقر ارتفعت بين سكانها إلى 65% وارتفعت نسبة البطالة إلى 50% وبلغت نسبة العجز بالكهرباء 63% ناهيك عن نقص ما يقرب من مئتي صنف من الأدوية تفاقم الأزمة في غزة الذي يعد الأعلى في القطاع منذ نحو عشرين سنة يراه محللون ناتجاً كذلك عن أزمة الانقسام الفلسطيني فالسلطة في رامالله قلصت المبالغ التي توجهها إلى قطاع غزة بنسبة 40% إجراء يعكس في رأي المحللين سوءاً لاستخدام ورقة الانقسام الداخلي للضغط على القطاع أمام ذلك الوضع فإن ثمت ما يدعو لتحرك عاجل من جانب القيادات الفلسطينية أولى برأب الصدع وإنهاء الانقسام ومن المحيط العربي والإسلامي بتقديم الدعم اللازم لسمود الشعب الفلسطيني وصولاً إلى إسقاط ما يحاك للقضية من مؤامرات وصفقات مشبوهة